اشتركوا في القناة عن بيكالاب في صورته الجديدة بيكالاب لما كنا بنشتغل عليه كنا بنشتغل عليه بشكل مجاني على الديسكورد النهاردة هنشوف الشغلة على الموقع نفسه وكمان هنشوف الابديت الموجودة في بيكالاب وان شاء الله هيعجبك جدا فيديو النهاردة هيول كده تركز معينا وتقول لنا في التعليقات رأيك في فيديو النهاردة بيكا.art ده اللي انت هتروح تكتبه في اليو ار ال وهيدخلك على الموقع وهتعمل لوج اين لو انت عندك اكاونت عليه او هتعمل ساين اوب جوجل زي ما انت عايز لما هتخش عليه هيكون هو ده الشكل او الانترفيس الخاص بالموقع بيكالاب يمكن استخدامه بشكل مجاني بس هيكون موجود عليه الووتر مارك وهو يعتبر free AI video animation لو انت هحبب ان انت تستخدمه ومعندكش مشكلة في موضوع الووتر مارك ولكن انا شايف ان ده مشكلة بسيطة جدا لان الووتر مارك زي ما هنشوفها مش بتكون موجودة على الفيديو كامل ولكن بتكون موجودة في جزء صغير جدا من الفيديو في الجزء الموجود بالاسفل على اليمين هنشوف مع بعض دلوقتي امكانيات هذا الموقع المميز جدا اول حاجة لو انت حابب تاخد فكرة عن الفيديوهات اللي ناس صغيرة تعملها على الموقع تقدر تبص وتبص كمان على الوصف اللي هم عاملينه لو عايزنا نخش على طول نتدسكرايب الحاجة اللي احنا عايزينها او الفيديو بتاعنا هننزل تحت هنا نشوف تدسكرايب يور فيديو هنا هتبتدي تدسكرايب يور ستوري تقول انت الفيديو بتاعك عايزه عبارة عن ايه فممكن تستعين لو في صورة من الصور دي عجبتك وعايز تضيف عليها ممكن تستعين بالعمر وتبتدي ان انت تكتب او تستعين بشات جي بي تي علشان يديك ال دسكريبشن الخاص بالفيديو وفي حاجة كمان ان انت ممكن ترفع صورة او فيديو وعلى هذه الصورة او الفيديو تطلب موشن تاني حركة تانية لو انت هتستخدم فيديو او ترفع صورة وتطلب منه ان هو يعمل لك انيميت لهذه الصورة احنا هنجرب الاتنين مع بعض ونشوف حتازي اقولو describe your story a huge palace in the forest zoom in scene and surrounded by trees zoom in scene with tree leaves movement مثلا وهبتزي اقولو اديني المشهد ده هنشوف هيجنريت المشهد مش وقت كبير ولكن بصراحة انا من وجهة نظري فعلا بكلاب ممتاز جدا خصوصا الناس اللي عايزة تنشئ فيديوهات for free فالفيديوهات السابقة اللي انا عملتها زي ما احنا شايفين كده الووتر ماركي بيكون يعني موضوع مش صعب يعني او مش هيمثل عقبة من وجهة نظري يعني هنستنى نشوف الفيديو اللي حينشئه وحنشوف بقى هنعمليك جوه الفيديو يعني احنا خلاص هننشئ الفيديو ايه الحاجات الجديدة او الابديتس الجديدة الموجودة في بيكا اه 1.0 ال version اللي احنا شغالين عليه حاليا الفيديو خلاص خلاص هبص عليه كده هبتدي ان انا اشوفه زي ما احنا شايفين انا قلت له zoom in الموفمنت بتاعت التريز يعني ايه بسيطة جدا الحركة بتاعتها بسيطة عمل موفمنت بسيطة للتري اللي هنا طيب انا عايزة add for second ممكن اقول له add for second ممكن اقول له اعملي كمان upscale لو انا عايزة يعني انا ممكن كمان اروح كده اقول له كمان upscale فهنا هيبتدي اعملي upscale الفيديو الواحده لحد ما يجنريت لان اكيد موضوع generation والadd for second هاياخد وقت اكتر add for scale ال upscale زي ما احنا شايفين الجودة بتاعت الصورة بقت افضل واحسن كل اللي عليك ان انت بتعمل download من هنا بينزلك الفيديو mp4 اهو هنشوف كده الجودة بتاعته هتبقى عاملة ازاي زي ما احنا شايفين الجودة بتاعته عالية جدا وانا شايفة ان الووتر مارك يعني مش هتأثر قوي تعالوا كده نشوف الفيديو بعد ما يتعمل له generation بعد ما قلت له add for seconds ادي الفيديو بعد ما بقى سبع ثواني يعني اقدر كمان اطول مدة الفيديو فدي حاجة بصراحة انا شايفة انها رائعة جدا في عمل المحتوى القصصي او المحتوى التعليمي كل يوم حنشوف جديد ان شاء الله مع هذه المواقع لو انا رحت لي الفيديو ده لو انا رحت مثلا هنا لي الجزء المتعلق بري بروميت انا هنا اقدر ان انا اغير في الامر زي ما انا عايزة ولكن تعالوا كده نشوف بقى حرفع صورة ونشوف ممكن نعمل ايه كمان ممكن ارفع صورة من صور اللي بالذكاء الاصطناعي وننفرض هذه الصورة كنت عملتها بليوناردو اي اي وهنا عايزين نشوف ايه الفيديو اوبشنز لو دست على الفيديو اوبشنز حيديني الاسبكت ريشيو نفترض ان انت حترفع الفيديو على منصة انستجرام ستوري او على تيك توك او بوست واحد لواحد على انستجرام او اربعة لثلاتة او اربعة لخمسة بتقدر تختار الاسبكت ريشيو الخاصة بالفيديو اللي انت عايزه هنا هخلي ستاشر لتسعة مثلا زي ما هو مش هلعفل الاسبكت ريشيو وهنا هبتدي اوصف الصورة انا عايزها ازاي فهنا هبتدي اقول له a man is looking around around and seems happy يبدو سعيد بيبص حواليه كده ويبدو سعيد هنشوف ممكن يديني اين ادي الفيديو هو مش بيبص حواليه يعني بس ما يشين فيش مشاكل مش عارفة مش حساسة عيد بصراحة مش حساسة عيد ومش بي looking around ولا حاجة يعني طب نجرب كده نغير is young man is looking for something in the forest مثلا زي ما قلتلك هو حتى الان مجاني حتى بالووترمارك يعني احنا شغالين مفيش مشكلة يعني انا ما لقيتش اي مشكلة في ان انا ازود عدد السواني ما لقيتش اي مشكلة في عمل انا لقيا ان هو مستجيب معي مفيش اي مشكلة ما قاليش بعملي اوب جريد ولا الكلام ده طبعا زي ما قلتلك اي موقع بيحمسك به الفيتشرز بتاعت ومميزات وبعد كده ممكن تلاقي فيا تغيير حصل ولكن احنا حتى الان بنستخدم المجاني ادي الفيديو بتاعنا هنا شخص بيدور على حاجة هنا عطيني ملامح وش وعنيه كأنه فعلا بيدور على حاجة وعملي حركة في الوجه فاعتقد ان ده افضل من الصورة اللي قبل كده او الفيديو اللي قبل كده تعالوا بقى نشوف الحاجة اللي انا شايفة انها عجبتني جدا يعني انا هنا لو رحت مثلا عملت كده وتفرجت عليه ورحت للإدت بالمنظر ده كده في عندي موديفاي ريجون وعندي اكسباند كانبس تعالوا كده اشوف موديفاي ريجون انا عايزة هنا اعمل تعديل معين على حاجة فهنا مثلا ممكن اقول ايه ممكن اقول he is looking مثلا happy عايزة عدل على الحتة دي الدهولي سعيد شوية هل هنا هيستجيب للأمر الجديد ولا لا ده اللي احنا هنشوف وانت هنا في بتبتدي ان انت تعدل على جزء معين مش عاجبك ودي بقى الحتة اللي عجباني جدا واللي طلع ان انا النهارده كمان اركز عليها هنشوف بعد كده الاكسباند كانبس الاكسباند كانبس هنشوفها بعد ما نشوف نتيجة الفيديو مع بعض هنا عطاني شخص تاني لكن مبسوط وسعيد طبعا زي ما قلتلك الموضوع بيرجع ليه الوصف انت عايز تكتب ايه بشكل صحيح انا عايزة يكون الابعاد بتاعته عاملة ازاي انا عايزة تسعى الستاشر نفترض ده هيكون حجم الفيديو وهنا describe your story complete the background in the forest هشوف بقى ممكن يديني ايه فحيكسباند المساحة دي على حسب الابعاد الجديدة اللي من تسعى الستاشر فهنا مثلا انا حرفع الفيديو على instagram story او حرفعه على الريل او كريل على الفيسبوك ففي الحالة دي من تسعى الستاشر هتكون مناسبة ان انا اعمل اكسباند لهذا الفيديو وحط الوصف اللي انا عايزة اعمل اكسباند على اساسه انا عايزة الجزء دا يكون في ايه فابتدي ان انا اكتب طبعا انا مش عارف اذا كان هيفهم complete the background in the forest ولا لا ولكن زي ما قلتلك احنا ممكن ان احنا نستعين بشات جي بي تي في نوع يديني الوصف الدقيق ونجرب لحد ما نوصل ازاي نستخدمه بشكل صحيح ان هو لسه في مرحلة البيتا وانحنا ما مش بطال وممكن ااد فور سكند كمان لو انا عايز على الكانفس الجديد والابعاد الجديدة وفي الاخر خالص ببتدي ان انا اعمل داون لود للفيديو بتاعي اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة عن بيكا لاب واستخدامه بالشكل المختلف اللي احنا شفنا مع بعض النهاردة ما اشتغلناش على وكمان عملنا ادت عليه وانا شايفة ان هو بصراحة مميز جدا بالرغم ان هو عليه ووتر مارك زي ما اقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصل على كل جديد ولو كنت بمتابعين الاعزاء متنساش لايك والشير والكومنت بشكركم جزيلا على الكلمات والتحفيزية والتشجيع والدعم اللي دايما بشوفوا الكومنتات جزاكم الله كل خير اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته